تلعيش شمس الهارضة من المفاهيم الخطئة او الاساطير الخطئة اللي مسيطرة على الاذهان اللي تكونت عبر عمر من المشاهدات في الافلام والسماع الاغاني وبدأ ان الحب ده حاجة مش مرتبطة بحياتنا الاسرية يعني من دايما كده متصورين ان الحب ده هي العلاقة اللي بتحصل في فترة مقابل الزواج والخطوبة والكلام الجميل لكن في حياتنا زوجية لا ما بتشوفش الحب في الحقيقة لما يعني نظرت للأمر فوجدت ان احنا بنفهم الحب بطريقة خطئة في كثير من الاحيان بمعنى ايه بمعنى ان احنا بنقيس اللي هي نشوة الوقوع في الحب الارتعاشة الاولى لما تشوفي حد وتبدأ يدخل قلبك وتبدأ يتحلم بي وما تناميش عشان بتفكر بي واللحظات الجميلة لما تروح يعني يتقدم لك وبعدين تبدأ وتتكلمه دي بيسموها في علم النفس نشوة الوقوع في الحب وهي حالة من الارتباك اللذيذ اللي بتحصل لتسممنا بعد ما بنتجوز الارتباك اللذيذ ده ونشوة الوقوع في الحب ده بتتحول الى الوان واشكال اخرى الحب ده بيحتاج مننا ان احنا نظهره عبر مجموعة من المفاهيم والسلوكيات اللي انا بسميها في الكتاب ده لغات لغة الحوار لغة الاحترام لغة التسامح لغة التغاضي عن الاخطاء كل اللغات دي او الممارسات دي او السلوكيات دي هي اللي بتعمل الحالة الجميلة اللي بنسميها الحب مع استمرار الحياة ومع دخلنا في معترك يعني ان احنا لابد ان احنا نوفر الاتزامات اليومية ومع وجود ابناء بتبدأ تختفي النشوة والرعشة وان انا باحلم به وان انا نفسي اشوفه وتبدأ بعد كده تيجي عندنا حاجات تانية تؤكد هذا المفهول كتير جدا من الناس او من مثلا الزوجات اللي يقول لك والله انا ما عندش بحبه او الزواج يقول لك ما عندش بحبها لما تيجي او لما يجي ظرف ما يغيب الحبيب او الزوج او الزوجة بتجد ان هو لأ كان بيحبها بس ما كانش عارف بس فيه ناس بتقول مش حب دي عشرة اه شوفي هو الحب ايه بقى ما هو الحب علشان نقدر نعرف الحب ازا كنا بنقيسه هو ده اللي انا عايز ارجع ارجع واكد عليه ازا كنا بنقيسه ان هو الحالة الاولى اللي حصلت لك ايام ما كنت في بداية حياتك والشهر العسل والايام الاولى ازا كنت بتحسب ان هو ده الشكل اللي انت متصور انه يستمر معاك طول عمرك لا ده خلط وبالتالي انت بتعطي اي اسماء لمشاعر صدقة جواك هي الحب في حد زينه ولكن الحب ده ازا ما تحدست عنه على انه هو الحالة الجميلة والسلوك الجميل وان مراتك لقى تعبانة وما تعمل لكش حاجة انت عايزها يعني تتغاضع عن حاجة زي كده وان الجوزك يكون جاي تعبان فتروحيله وتقابليه وتبطبع ليه وتدعيله وتاخدي بالك هو ده الحب يعني الحب في حياتنا هو مجموعة السلوكيات اليومية التي نكررها دائما لنؤكد للطرف الآخر اننا نحترمه ونجله ونحبه ونستطيع العيش بدونه تمام ده جميل جدا بس تفتكر في ناس كتير قوي بتقول الحب بعد الجواز افضل كتير من الحب قبل الجواز يعني هو الحب بقى طبعا يعني هو الامر ايه واحنا ليه بنقارن ما بين الاتنين يعني الحب بعد الزواج والحب الناضج الحقيقي الجميل الحب في فترة ما قبل الزواج فترة الخطوبة فترة العقد فترة البداية فترة الدخول الحياة الزوجية بيبقى لها لون وطعم جميل وبتعطي ذكرة طيبة لما بنستعدها في حياتنا الزوجية واحنا فاهمينها يعني ده نقطة مهمة لما نستعدها واحنا فاهمينها وفاهمين احوالها وظروفها بنبقى سعاداء جدا بيها لما نستعدها كلون من الوان النشوة المفقودة فاكر كنت بتحبيني ازاي وفاكر لما كنت بتتصل علي وفاكرة لما كنت بس ساقوحة تقولي لازم نروح للدكتور وانا خايف عليك يا عمي فاكر ما حدش ده موجود دلوقتي لما نفتكرها باللوم والتقريع دايما لا بنجد ان هي حالة حالة بتذكرنا ان احنا فقدنا شيئنا طيب ما تقولش ليه مثلا ان قبل الارتباعات الرسمية او قبل الجواز كل واحد بيظهر افضل ما عنده للطرف الاخر ده حقيق ده ممكن يكون نوع من الغش والخداع لا مش غش والخداع الطبيعي ما كل واحد يبقى بطبعته بزا انا دلوقتي قابلت حضرتك لمدة ساعة في اللقاء ده ما تتوقعيش مني في الساعة دي ان انا هغضب وان انا هتدقيق وان انا هأظهر مجموعة من السلبيات اصلا الموجودة عندي كل انسان فينا لي يعني عنده مجموعة سلوكيات سلبية بيحاول ويجاهد نفسه ان هو يتغلب عليها مرة بينجع ومرة بيفشر ما تتوقعيش في الساعتين او الثلاثة او الاربعة الخطيب بيقابل فيها خطيبته اللي بيعوده مع بعض هو لابس افضل ما عنده وبينطقي كلماته ان هو هيكون زي ما نعيش مع بعض وتشوفين اربعة وعشرين ساعة هتشوفين وصحة من النوم وتشوفين قبل منام تشوفين ونرجع من الشغل عامل خناء مع المدير وتشوفين ونريح الشغل ارفان لان عندي النهاردة يوم صعب من الشغل ومتوتر ومتدايق هشوف مراتي وهي بتنام وهي صحية من النوم وهي مع العيال وهي بتذكر له لا طبعا يعني الزواج بيظهر الانسان مننا على حقيقته مش هقول اللي كان بيخبيها قبل كده ولكن اللي ما ينفعش ان هو يمثل بيها في حياته لان خلاص اصبح اربعة وعشرين ساعة في اليوم انا بشوف فيكم تتعامل معي طب ما نقولش ليه ان ممكن في فترة الخطوبة او في فترة قبل الزواج كل واحد يبقى بطبيعته بحيث ان يحسفا الانسان القدامه متقبله بعيوبه بمميزاته وبالتالي هو دي يبقى الحب فبعد الجواز بقى يبقى زي قبل الجواز والله يشوفي احنا مهما ندينا بذلك هيكون امر صعب لحد كبير لان زي ما قلتلك الساعتين ثلاثة او الفترة اللي احنا بنتقابل فيها مع بعض الانسان بيتجمل لطبيعة الحال الرجل الرجل بيكون في ذهنه دايما الاهداف يعني بيبقى عنده هدف ما يريد تحقيقه في فترة الخطوبة بيبقى الهدف بتاع الرجل ان يثبت لهذه الفتاة انها كف قلها فبتلاقيه دايما بيتحدث عن بطولاته بيتحدث على اشياء الجيدة لا هي مش زائفة هي حقيقية ولكن مش هو دا الانسان يعني مش هو دا فقط الانسان مش هو دا الانسان وعشان كده انا بيقول لك لازم يكون كل واحد بطبيعته علشان ما ما يحصلش اللي بعد كده انا ما بقولش ان احنا نمثل ولكن بقول بقول ان احنا مهما ندينا بذلك فسيكون صعب صعب ان احنا في تلك الفترة الصغيرة نظهر كل ما عندنا من حسنات وعيوب وعلى 887FM لسم كمالين معاكم في 3 شمس النهاردة ومنورنا في الستوديو الاستاذ كريم الشازلي الكاتب والباحث في العلاقات الانسانية وبنتكلم معايا عن لغات الحب وكنا وقفنا عند نقطة مهمة ان انا كنت بقول وبنتناقش كمان في الفاصل ان الست لازم تحب الرجل زي ما هو والراجل لازم يحب الست زي ما هي بالايجابيات بالسلبيات فلازم يكون كل واحدة على طبيعته ولقيته في كتابه كاتب احبك يا انت كما انت نعم يعني انت اللي قلته صحيح دايما الحب المشروط هو حب منقوس انا بحبك لو احبك لو عملت احبك لو كنت احبك لو جبتلي احبك لو وديتني كده الحب المشروط دايما فيه مشكلة لان ده مش حب كامل بينما الحب الكامل هو انه حب الاخر بما هو احبه في اشراقه احبه في وروبه احبه حال تميزه احبه حال خطأه وزلله وعثراته الانسان مننا لا يثبت على حال الانسان مننا مرة يكون هادي ويميل ومرة يكون بدايق وعصبي مرة بيواجه مشكلة في الحياة بتخلق انوع من التوتر ومرة بيكون صافي البال وجميل والكلام كويس لو احنا ربطنا دايما حبنا للاخر بالحالة الحلوة الجميلة اللي هو موجود فيها وكرهناها وطركناها وعطيناها جانبا في الوقت اللي هو بيكون متوتر ويعني وعنده مشاكل لا احنا كده بنبقى بنشوه واجه الحب ويبقى ده مش حب يعني الحب المشروط مش حب حقيقي ده وجه نظر تمام بالنسبة للموضوع الحب المشروط يعني برضو حتى في ناس كتير جيدا علشان تحب لازم يكون لديها صفات معينة في الانسان اللي هتحبه ده صح ولا غلط لا هو من الجيد عندما يعني ارتبط مع بشخص فانا برتبط بمجموعة من الصفات والسلوكيات الحسنة والسيئة كتير من العلماء النفس يعني تحدثوا في هذا الامر وقال بص بقى لما تيجي تتجاوز اعرف ان فيه شوية عيوب هتهيش معها طول عمرك وشوية حسنات هتستمتع بيها طول عمرك الانسان الزاكي الوعي اللي بيشوف في الشخص الاخر عندما يعني لما يجي يختار بيشوف المميزات والحسنات اللي في الآخر اللي هو يعرف ان دي هتكون اثارها جيد في حياته هتسمر سعادة وهناء ويشوف في الآخر مجموعة السيئات او الأشياء الغير حسنة في السلوك عصب شوية غير حبتين كسول شوية بمحتاج يعني دايما يعني نحن نشط نحفزه لما شوف دي انا اقدر اتعايش معه واقدر ان انا يعني اغض الطرف عنه واقدر ان انا شوية شوية نحاول نغير ولو يعني عشرة في المية من الأشياء السيئة لان لازم نعرف ان في حاجة مهمة جدا ان في حياتنا لما يعني لما نعيش في حياتنا الزوجية والأسرية لازم نعرف ان التوتر والمشكلات ركن أساسي جدا في حياتنا ركن أساسي هتحصل مشاكل هتحصل توطرات ولازم نعرف ان المشاكل دي فيها جزء كبير جدا غير قابل للحل وجزء صغير هو القابل للحل يعني انا لما عيش مع امراضي أنا عايشة مع جوزي لازم اعرف ان الصفة العصبية في دي هدناها مع طول عمر طب نتعامل بقى مع السلبيات دي ازاي عدة طرق او عدة مراحل او عدة خطوات نقولها بس ناخد تريفون أستاذ عماد معينا صباح الخير طبعا تقول لذين عامل ايه الحمد لله تمام اتفضل انا الاول بخذك على انك جبتنا للأستاذ كريم النهاردة يعني بنختم الأسبوع بحاجة يعني اجمل حاجة في الدنيا ربنا يكرمك اشكور طباح الحب عليك وعلى المريتاج اللي هي المدام بتاعتين دي ربنا يبارك فيك وربنا اجبر صباح ليها بقى ها وربنا خليلنا دينا اه صباح واجب لنا بقى يعني يبقى ثبت او انت الثبت اجازة يبقى حد وخميس عشان نبدأ الاسبوع بحاجة كويسة كده ونختمه برضو بحاجة كويسة وفوص الاسبوع نسمع المشاكل والحاجات اللي احنا بتسمعها دي وربنا يهننا على المشاكل يعني ان شاء الله يا رب انا بشكرة جدا انت بقول لي يا وستاذ عمال طيب يعني انت بتتعامل ازاي مع امريتاج بعد الجواز ده انا بتتعامل ده دي يعني رقم واحد في الدنيا دي كلها بالنزال ده كلام بس عشان الازاع وكده والله يا بذن ايمان بتقولك يا سمعك لا والله يا بذن لا فعلا يعني انا واخد مرتاج عن حب والحمد الله ربنا جاوز بالك كم سنة نعم بالك كم سنة انا مجاوز بالك عشر سنين ما شاء الله ما شاء الله بالك عشر سنين والحب منقص ذرة الحمد لله لمرات الحمد لله رب العالمين وربنا يدي طيب بتعمل ايه لشان تخلي الحب مستمر كده انا بعمل هي اللي بتعمل مشان اللي بعمل والله انا بعمل كتير بس هي اللي بتعمله بيخليني يعني أطائر مع الأرض ربنا يعفوك فعلا يعني يعني ربنا يخليها لي يا رب ربنا يخليكم بعض يا أستاذ وربنا يخليكم بعض يا أستاذ علي والله أنا بعيد ذك جدا ده أستاذ كريم معي أنا ونصوز علي واحد أستاذ كريم بارد أشكرك شكر لحضرتك لدي طلب ثاني دينا بعد إذنك فيه على خبر 6 أكتوبر شوية مطبط كده من بعد التحرير يعني هما اللي بوقفوا الطريق شوية خيارتي يعني أي حد من المسؤولين حاضر هما أكيد سمعينك دلوقتي يا أستاذ علي أنا شكورك جدا ومعينا تليفون تاني معينا الأستاذ علي صباح الخير صباح الخير سازدين وصباح الخير سابح نوري فنحن معيكオستاذ شكرم أهلا بحيط أستاذ سبح الخير علي شرف معاك صباح الفل يا أستاذ علي أهلا بحضر صباح الخير إذا سحيتك عمليه تمام بالفضل من الله الحمد una صباح الحب أستاذ كريم بصراحة انا بس كان لها تعقب على الحتة اه بتاع اللغات الحب ديت انا انا فاهم ان ان الحب لغة واحدة مش عارف الكلام دوت اه مضبوطة اللي ايه. اللي ايه شايف. الحب لغة واحدة مش مش لغات. يعني اه دي انا شايفها. في نفس الوقت دوت انا كنت عايز اه اقدم بس اه مقولة ظريفة بالنسبة للناس المقبولين على الزواج او بالنسبة للمقبولين جداد. يعني مقولة ديت اه كان نفس اهديها بس للمجموعة ديت من من الشباب. عاوز اقول ان اه الحب عادته اه في الماء مركبة. فان عفى فان نجاة الله حافظة. وانت ده الناس فان قاع الماء يطلبه. دي اه حكمة بس او مقولة مأسورة. كنت عاوز اقولها للمجموعة المقبلة على الزواج. وعاوز اقول لك صباح الحب وعاوز اقول النهاردة للاستاذة دينا اه وحشتينا ارجو ما تيختم برنامج متاعك. اردنا من الاشتراك يا استاذ علي. عدولك هاتوحشونا انا عدولك هاتوحشونا عشان احنا بيحبوكم بجد. شبنا بيش. مشكورة جدا يا استاذ علي. بس هو ما قالتش على فكرة لغة الحب اللي هو شايفها ايه. هو ما قال يعني يعني احن نتاك قلت لغات الحب. لكن هو شايف ان هي الحب اللغة واحدة بس. نعم. معنا معاتز على التليفون سبعا خير. طبعا خريف عندك. ازاي يا جمعة ازاي كي او الله دين عمليه اهلا بيك اتفضل انا من جمان وعادة اكلمك والنهاردة حوار النهاردة عاجب لي جدا اهلا بيك اهلا بيك اهلا كريم صراحة يعني راجل زوء وصريطة في الكلام كمان يعني كويسة فتعزة بيك حاجة بس تسلم اتفضل انا ان انا كراجل انا ميزان البيت لا انا اللي بشوف مراتي زعينة من ايه المفروض ان انا ايه بواكب الموقف معها وما اخدش كل حاجة بتنشانة لان هي برضي بقى عليها ضغط اه اولاد اه لما باجي بتعمل لي اكل بيشوف ان انا عايز جيه فما ينبخش ان انا اجي من الشغل احط كل همي فيها وهي طبعا متخدش كل همها فيها لما يجي لا ايا بتقعد معي بتقول ان انا زعينة من كذا كذا انا عندي طبعا يوسف واجيجي ربنا يخليهم يعفظوا طبعا ما ينبخش ان انا بقى ايه اطانش معاه لو لقيت نفس حاجة منها يعني او حب الحمد لله موجود احنا مجوازين انا فيه سبعة نعم فانا بتكلم بس في جزئة ان الست لو هي اه فيها اي حاجة مفيد الراجل هو اللي ينتص الغضب ده هو تيقعد معاها انت زعينة من ايه تيكي ايه اعمل ايه عشان احرضيكي عشان الموضوع ده ما يتكررش بيننا عظيم تمامي محتاج اه ممكن ازعل منها كنت هشيل في نفسي بس قلت لأ لازم تقعد معاها وتتكلم معاها لاني دي مش واحد صاحبك او واحدة صاحبتك لأ دي مراتك فقلت لأ انا زعينة من كذا 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 ما يتكررش عشان الشيء لما بزيد عن حده من الف ضده نعم فطراحة عدلت من الموضوع دوت وبدأت ان هي تتغير عشان خطري انا وشافت ان انا صح ورنانا راجل اه ادي المسئولية اذا اواما انا ما بطنشنشي ما بزعقش باتكلم بيدو فلاقيتها قالت يا مؤتاز انت فعلا اه بتهدين لو انا زعلها من حاجة او انا خلطي من حاجة انت فعلا بتمجيني ان انا اتعلم منك وانت بتعلم مني برش تمام انا بشكرك جدا يا استاذ مؤتاز زعل المداخلة ايه رأيك في الكلام ده كلام جميل بص احنا دايما لما نتكلم في الحياة الكويسة بنخرج افضل ما عند الاخرين لو اتكلمنا في مشاكل سنظهر الاشياء السيئة الموجودة فعلا في حياتنا في الحقيقة ان الناس كواها حاجات كويسة وجميلة جدا جدا ورائعة واللي احنا بنسمعه ده يعني انا معرفش الاستاذ مؤتازة والاستاذ علي او الاستاذ عماد اروا كتب ولا لا بس اللي هما بيقولوا ده هو خلاصة ما توصل اليه مفكرين وفلاسفة ولا ما نفسه المقيل ان الرجل هو يجب ان يكون بما انه هو القائم القوام في البيت اللي احنا معظم الرجال بيفهموا القوامة دي ان هي يعني يشخط وامر وما تخرجيش وما تتكلميش لا بيفهموا ان القوامة دي بتخلي عليه مسؤولية زيادة ان هو اللي يتحمل اكثر وهو اللي يكون يعني الاكثر استماعا والاكثر حدوءا وهي القوة بقى يستخدمها بشكل صحيح اللي هي قوة ضبط البيت ضبطه بالحب والحنية والتفاؤل ونشر دايما انت عارفة فيه راجل بيصغر الاخطاء وفيه راجل بيتكبرها ويبصلها بعدسة ويدخامها عشان يبين ان مراته دايما هي المشاكل وهي القلق وهي التوتر فانا بشكر كل المستمعين اللي اثروا في الحلقة بصراحة واللسام كمانين معاكم في تلات شمسة نهاردة واللسام معاكم دينا صلاح ونورني في الستوديو الاستاذ كريم الشازلي الكاتب والباحث بالعلاقات الانسانية وكنا وقفنا عند نقطة ازاي الراجل يتعامل مع سلبيات المرأة وازاي المرأة تتعامل مع سلبيات الراجل بس احنا عايزين برضو نعرف في الاول ايه سلبيات المرأة وايه هي سلبيات الراجل هو الراجل والمرأة كلاهما انسان بس مختلفين بس مختلفين هناك بعض العيوب الخاصة باو القيم الذكورية اللي بتبقى عند الراجل ازاي دايما انه هو بيتكلمش يتلاقي الستة توليك ايه انا جوازته بيتكلم بس مش عارف ايه الخارس اللي جاله بعد ايه خارس الزوجي خارس الزوجي الراجل بيوص في المقابل ان الستة لك 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 ايه كلام كتير اوي واخش البيت وعلى طول وكلام وكده هو بيشوف ان انا بشتغل وبتعب وبكتهد يعني في الحياة وهي تيجي تقول لي تتكلم في حاجات تحبني نسيت تجيب لهدية في عيد انت نسيت عيد مش عارف ايه ايه ده بيعتبرها هيافة اه هو في المقابل بتشوف انه هو يعني مش مهتم بالرومانسية وانه جامد وانه متحج بس ما كانش كده قبل كده ففي الحقيقة دي بعض القيم الذكورية والانثوية اللي موجودة فاهمنا ابتداءا ان الرجل بيختلف عن الستة ان دي مش صاحبك اللي انت بتقعد معاه ودارتش معه دي مراتك اللي هي مرأة اللي احتياجات بتختلف عن احتياجات بتاعتك ان لها بعض القيم المهمة جدا اللي انت ممكن تشوفها تفهم بس هي بالنسبة لها كبيرة قوي انك تفهم ده وتعرفه انك تعرف ان الكلام بالنسبة لها في حد ذاته هدف وقيمة نايمان الراجل لما يحب يتكلم فهو يتكلم عشان يصل الى هدف ما لما يكون عنده مشكلة ما يحبش يتكلم في مشكلته ويحب ان هو يكون صامت ويفكر بهدوء ويعني يخش مكتب ويخش قط ويعمل فنجان قهوة يقعد مع نفسه كده شوية بينما الستة اللي يكون عندها مشكلة تحب تتكلم لان الكلام بالنسبة لها بيعد له من الانوان الطمأنينة والراحة النفسية لما نفهم النوع ده من الاختلاف مبيني ومبين الطرف الآخر فده يعني ده بيمثل شيء مهم جدا بالإضافة الى بقى العيوب اللي هي بتبقى بنجتمع فيها كلانا من العيوب في السلوكيات الشخصية معنا هايسة مع التليفون صباح الخير صباح الخير ازاكي هايسة؟ الحمد لله اتفضل عايز اقول للأساس كريم يعني اللي من دولة نتيش حب خالص يعني الحب مات بسبب البنات الحب مات بسبب البنات ده ساجع ليه بقى؟ يعني اي واحدة نهاردة تلاقي كلها كد وكده وكلام ده كل يعني مم اه حاسس ان فيش حب الحب كان ايام حسني يعني مم بعد حسني ما فيش حب يعني عظيم ايام مين؟ حسني حسني؟ طيب بشكرك جدا يا أستاذ عايزم معناها ايهاب على التليفون صباح الخير ايها؟ طباح الخير دي ما اكبارك ايها؟ الحمد لله تمام صباح الخير يا أستاذ كريم يا صباح الفل يا صباح ايام يمكن انا بتبني معك في كل كلمة انت قلتها يمكن الحب دوت توافق ما بين شخصين الحب ايام اولا متزوج جبال دي ستة تسعة ثانيين تمام؟ وعندي ولدين وبنت مش عالية ايام احنا بنتنفس انا وزوقتي مين فينا هيجي تاني اكتر؟ مين فينا هيحب تاني اكتر من التاني؟ ايام مين فينا عارف هيحاول يبذل اكتر مهود اصل ليه عشان خاطر يجي شعب التاني؟ ده حب الحب يعني يجي بعد الجواز اكتر واكتر واكتر كلما زوج ايورا بيه اية ايقلص بيه لزوجته او لزوجها كلما الحب ده بيتطوّن لمحاطة اعلى واسم negativity مسلم وغ Las pour salar ويمكن عارف ايام السباح ل حالات الزواج في الفترة الاخيرة في الكلات في الكلام ان حب بنتيه يمنجب بعد زواج بتالب 3 4 11 فقط isn't to theСпур عشان كل واحد بيهتم نفسه فقط إلي yesterday خلاص ما اتزلقت وخلص ما اتزلقت انا طولت عليك وانعطل بريم خلاص 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 خلاص. انا بشكرك جدا يا ايهاب على المداخلة. وحلوة قوي مكلمات التفاؤل اللي جات لنا النهاردة. انا بشكرك جدا يا سيد كريم على ويبودك معي نهاردة. انتم عندوش تجيبوني بقى من ناس زي الفولات. لا. انتكلم بقى في المشاكل الفترة اللي جاي بازن الله والعلاقات الاسرية اللي فيها مشاكل. وهنحاول نحلها مع الناس. بس اخر حاجة عايزة اقول ان حامد بيحب ضحة. واكلمنا في تلفون يا حامد. ضحة اه يا حامد. مراطة. مراطة. بيحبك يا ضحة. سلام وهتوحة شو? مع السلام.